الساعة دلوقتي تسعة بتوقيت القاهرة معاد موجز الأنباء مع دينة فضليزي شكرا لك من التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة مع تطوير برامج التصويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة شرائح من المواطنين وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات العمل في مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بسيناء وذلك في محيط جبلي موسى وسانت كاترين كما تابع الرئيس السيسي تطوير منطقة القاهرة التاريخية بما فيها عملية التطوير الجارية في صور مجر العيون بالإضافة إلى تطوير منطقة تموثة لثمس بيرو أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة سويس بيانا استعراضت خلاله أعمال تطوير ميناء العريش والذي يستخدم في تصدير بضاء شمال سيناء من ملح وأسمنت ورمال للأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن أعمال تطوير الميناء تتواصل من إنشاء أرصفة جديدة وساحة للتداول وطرق داخلية وزيادة الغاطس وكذلك مد حاجز الأمواج لاستقبال المزيد من السفن ولخدمة الأسواق الخارجية وتصدير المنتجات السينوية انتهت فعليات المرحلة الثانية من المبادرة القومية المسؤول الحكومي المحترفة بمحافظة كفر الشيخ والتي استهدفت 211 متدربا من العاملين بديوان عام المحافظة والمدريات التابعة لها لمدة 20 يوما تدريبا حيث تم الانتهاء سابقا من المرحلة الأولى التي استمرت لمدة 25 يوم تدريبية البرنامج يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تطوير ورفع كفاءة موظف الشباك الأمامي من مقدم الخدمات المباشرة للمواطنين بالعديد من المدريات الخدمية المختلفة بمحافظة كفر الشيخ يتوجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في شهر يونيو المقبل إلى لبنان وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية وأوردت الرئاسة في بيان أن السفير الباباوي سلم الرئيس اللبناني رسالة خطية أعلمه فيها أن قدسة البابا فرانسيس قرر زيارة بيروت في شهر يونيو المقبل وستكون هذه الزيارة الثالثة إلى لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 100 مليون دولار لمساعدتها في التصدي العملية العسكرية الروسية وتشمل المساعدات الأمريكية منظومات مضادة للدروع أعنى الإليزي أن باريس ستوفر قدرات مالية وبشرية للمساعدة في إجراء تحقيقات في الجرائم المتهمة بارتكابها القوات الروسية في مدينة بوتشاب بأوكرانيا وخلال اتصل هتفي بين الرئيسي الفرنسي إمانويل ماكرو والأوكراني بلودامير زلينيسكي قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرو أعرب لزلينيسكي عن استعداد فرنسا لدعم العدالة الدولية والمساهمة في أعمال التحقيق والتوثيق أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين وذلك بهدف محاسبة روسيا نهاية مجازة التاسعة فواصل وغض لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر